لكي نضع خلاصة هنا ونرجع للنقاط التي شرنا لهم من قبل أنت كفرونتين ديفولبر ليس شيء غير كتشدد ديفولبرس وكتكونفرشيه من HTML و Javascript أنت كفرونتين ديفولبر لديك الفوكيس جديد للحواج في الـ Usability أو في الـ Performance وهذه الـ Performance يعني بأنك تصيب واحد الحاجة التي تشارجها رابيد والجوج كتصيبة بأنها تخدمها رابيد وهذا الجوج يجب أن تضعهم في الفوكيس لكي تصيب واحد الحاجة التي ستعطينا في الأخير وحد الـ User Experience إذا كفرونتين ديفولبر ستضع الفوكيس في الـ User Experience وهذا الجوج يجب أن تصيب في هذه الأشياء مهم إذا كفرونتين ديفولبر ستصيب واحد الحاجة التي سهلة في الاستخدام و رابيد في الاستخدام وهذه السهولة للإستخدام الـ Performance الفوكيس جديد لأنه يكون بالنسبة للفوكيس والفوكيس بالنسبة للفوكيس في الـ Client يعني في الـ Client وليس في الـ Server وهذا الشيء يجب أن نقول بأنه الفوكيس بالنسبة للفوكيس يجب أن يضع الفوكيس على بلاسة واحدة وهو الـ Client وهو أهم بارامتر عنده هنا وهو الـ Browser وهو أهم شيء عنده هو يخدم على واحد الـ User Experience التي تجمع الجوجة للنوقات وهذا الشيء يجب أن تصيب في الـ Client وليس في الـ Server وهذا الشيء يجب أن نقول بأنه صعب الشخص يكون في الـ Full Stock وليس يكون بالنسبة للفوكيس وهو أعطون الـ User Experience وهي يمزيانه شكرا شكرا شكرا